التونسي وحظه من السياحة في بلاده والله التونسي احنا معتها على مستوى الوزارة والدوان في السبعة ثمانوية سنوات القليلة الاخيرة كنا دايما حاضرين عن طريق حاملات دعائية خاصة بالسائح التونسي تستهدف التونسي نقوله للتونسي ها وشنو فما في بلادك ها من المناطق اللي ربما ما متعرفها مش ها وين تنجم تمشي نعطيه معلومات نعطيه صور نعطيه فيديوات نحاول ان نحبب التونسي في تونس في الاماكن اللي ربما هو يكون متواجد في منطقة ساحلية ولا داخلية وما يعرفش المنطقة الاخرى فاحنا عن طريق يعني حقيقة طوى في السنوات الاخيرة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي نعرفوها توصل اكثر للعباد وبإمكانيات مش دايما كبيرة برش فقاعدين نوصلوا في الرسائل هذه الى التونسي حتى يقبل على السياحة وحتى يزور بلاده ويكتشف المناطق الجميلة في بلاده ومش بشرطه بإمكانيات مادية كبيرة وسكن في نزل الخمسة نجوم وغيره يعني باستطاعته أنه في مناطق معينة بإيواء معانتها معين ينجم يكون يمشي التونسي ويتفرهد ويفرهد عائلته ديما يشكي من الأسعار التونسي قولك الأجنبي يجيب أقل برشة يخذ باك كامل مع البيئة والإقامة والكل ويستمتع بخيرات بلادي وهنا يكلفوها لغالية وزيد من القاش المعاملة الطيبة في النزل في بعض النزل من عموش بتبعها والمسألة اللي رأوا معتها فيها تقدير يعني يلزم التونسي يفهم زي دا لأنه باش يتحصل على أسعار تفاضلية لازموا يبرمج العطلة متاعه والإيجازة متاعه اللي بشي عملها في النزل يبرمجها بكري برشة بكري برشة بمعنى من وقت يبدأ يبرمجها يعني ما معانت هل ينجم يكون شهريين ثلاثة شهر قبل يعني ما فيها بس لأنه إحنا توان قارنوا بالأجنبي الأجنبي قبل بعام يبرمج يعني إحنا ما طلبناش كثير قلنا شهرين ثلاثة شهر وبيمكنوا أنه لأنه زادة نفهم أنه فهم مسألة متاع عرض وطلب ولما جي أنت في جويلة في بداية جويلة وتحب من غدوة تسكن في النزل وتقول نحب ناخه سعر معناها تفاضلي مش ممكن لأنه النزل تلقاها ديجا معناها معبي وفهم حكاية العرض وطلب ولما النزل يكون فيها أماكن شغرة ولما يكون فيه فيه فترة ومعيش متاع ذروة ينجم يعطي أسعار تفاضليه ولما يكون عنده معناها نفهم أنه الأسعار تتساعد أكيد كما كل شي هذا ينطبق على جميع المجالات